السلام عليكم ورحمة الله دكتور محمد أشرف هكمل مع حضراتكم بفضل الله المحاضرة السادسة في دبلومة تصميم خطوط الطرد وقفنا المرة اللي فاتت لحد تكوين شكل الشيت اكسل طبعا بيبقى جاهز بالمعادلات بتاعته وطبعا الشيت اكسل ده لو عايز تعرف هو جاي منين وبيعمل الديزاين ازاي فانا هحط لك برضو في تحت الفيديو هحط لك انا شارح بالتفصيل الاكسل شيت ده وفي تصميم خطوط الماية فهحط لك الدبلومة اللينك بتاع الدبلومة تصميم خطوط الماية عشان هو كذا فيديو ورابعة يعني في الدبلومة حاجة وثلاثين فيديو هم مجموعة في الجزء التاني تقريبا او التالت شرح الشيت اكسل ده وشغل عليه بالتفصيل فانا هحط لك الديبلومة هتخش هتلاقي مجموعة الاكسل شيت ورابعة ده شرح الاكسل شيت اصلا طيب الاكسل شيت الفيديو السابق احنا اتكلمنا عن اول حاجة حطينا المسافات لحد طول الخط كان الفين ربعمية سبعة وعشرين قبلها بعشرة متر من خمسة لعشة متر بنحط السلو داون او غرفة التهديئة وعرفنا ازاي نحط الاير والووش عندي محابس الهوى ومحابس الغسيل طيب دلوقتي بقى هبدأ اشتغل وحطيت الجراوند ليبل وحطيت الدامتر بتاع المسطورة خمسمائة ملي متر هبدأ كل هغيره لسلوب بتاعي طيب مبدئيا كده ببدأ اقرأ الارض احنا شفنا الارض عندي المرة اللي فاتت وعرفنا نحط الاير والووش طبعا دايما وانت ماشي السلوب هنا اللي هتغيره السلوب اللي هو الخلانة الحمرة دي اي حاجة بلون احمر هي اللي بتتغير السلوب ده هيبدأ يزيد ولا ايل عشان توصل للاير ركز بقى معا في حتة دي بص هنا لو مثلا مصورة بتاعتك هتبقى ماشية بالمنظر ده انت عايز الاير ده في اعلى منسوب كده هنا بتحط الاير صح طيب وبعدين الووش فقال لمنسوب وهكذا فبتيجي هنا هنا بتحط الاير الاير فالب اهو طب وهنا الووش محبس الغسيل زي ما قلنا المرة اللي فاتت محبس الهوة بيبقى في اعلى منسوب ومحبس الغسيل فقال لمنسوب طيب يبقى الميول وانت ماشي لحد محبس الهوة يبقى بتزيد ولا بتقيل اهي بتزيد والحد ما توصل للغسيل بتقل طب الكيس اللي عندنا هنا في ترعة برضو احنا احنا ده كل بنعمل عشان نرسم البروفايلات دي اهي عشان نرسم البروفايل ده في ترعة مثلا ادي هنا في ترعة مفروضها نرسم طبعا ده اللي هيخرج لها ماشي بس احنا داتي لسه عايزين نخرج بقى الكلام ده من الشيت اكسل فهنا في ترعة قبلها قولنا بنحط ايه المرة الفاتتة اير وبعدها يبقى وقش او العكس وير على حسب الخط طلع والنزل فالخط عندنا كان نطلع نسبيا فقال حطنا اير يبقى بعدها على طول وغش معايا كده طيب يبقى ماجي في الاكسل شيت لحد اما تطلع في الاير شايف الاير ايه كل السلوب بص ايه واحد مش شرط واحد سوري موجب اهم حاجة بقى موجب اهم حاجة بقى ايه موجب لو انا نحط موجب حلو الكلام طيب اه غرفة الصمامات اه اللي هي ايه ايه اه او نموذج غرفة نموذج الف اتكلمنا عنها برضو المرة اللي فاتت اه على مسافة من خمسة لعشة متر حاطناها مثلا عن تمانية متر اللي هي بتبقى موجودة فين في داخل اه محطة الرفع محطة الرفع اه داخل محطة الرفع تبقى غرفة نموذج الف لو جلنا المحطة الرفع اه بعد غرفة قصة التصرف في حاجة اسمها غرفة نموذج الف بتبقى داخل المحطة من خمسة لعشرة متر من بعد غرفة قصة التصرف او بداية خط الطرب على بعد خمسة لعشرة متر الغرفة دي غسيل فيفضل يبقى اللي داخل على الخط تبقى قل ميل ولا يكون سليب واحد تمام كده? خلاص الخط دخل ايه? ركز معا ايه? انت بترسم الخط تخيل. تمام? يعني مسلا ادي غرفة الصمامات اهي? بقى اللي مول ممكن اهو. دي غرفة الصمامات اللي فيها غسيب. خلاص بعد كده محتاج تطلع لحد الايه? لحد الهواء. صح? طب بتطلع بميل ايه بقى? اقل ميل ولا اكبر ميل. المبدئين انت بتبدأ تجرب على اقل من ممكن اللي هو واحد اهو. بتمشي واحد لحد الاير بتحط الواحد. طب اقل من ممكن. بص الدكافر قد ايه هنا في الشيط اكسيل هو محسوب بقى. الدكافر فوق المصورة طبعا ده الدبث الفرق بين الكافر والديبث. ايه? لو دي المصورة معا ايه كده? وده الجراون اهو. تعال نشرح على الايه? على البروفايد. من هنا من سطح الارض. لحد وش المصورة من فوق الكروب تاع المصورة يبقى داسمه الكافر. الكافر اهو. لكن من وش الارض لحد بتاع المصورة من تحت يبقى داسمه الدبث. فاحنا الكافر عندنا ما يقلش عن متر. الكافر بتاعي ما يقلش عن متر. ده الترجط بتاعي. بص هنا الكافر عامل كم? اتنين وتلاتة. الكافر كبير اتنين هنا وصل لتلاتة متر. تلاتة واربعة سنطي. اتنين تسعين. اتنين وتسعة من عشرة متر. لا كبير اوي. فانت محتاج تعمل ايه هنا? الكافر كبير. ده دليل للميل بتاعك واحد. يعني بص يعني واحد. يعني انت مشيت ميل طالع بس بحاجة بسيطة جدا. فعملك منسوب كافر عالية من هنا لهنا كافر كبير. لا انا محتاج اقلل الكافر. يبقى محتاج تعملي في الميل تزود الميل. تمام? طب هتزود الميل قد ايه? لو بدأت مسلا قلت اتنين ونزلت بص اتنين نزلت بص وانت بتزود الميل بص هنا الكافر بيعمله? بيقل لو تلاحظ اي رقم بيقل. بس ما بيقلش برضو الهدف المطلوب. طب لو ماشيته خمسة. خمسة 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 ايه ده? في الخنات بدأت تدي لون احمر. ايه الخنات دي? اه بيقول لك هنا بص الكافر قل عن المتر. اول ما الكافر بقل عن المتر ويقول لك لا في هنا مؤشر يقول لك لا في الصفارة يقول لك لا انت بدأت تتقل. فانت يقول لك لا انت كده الميل زت بزيادة. تبدأ تقلل ممكن الاتنين دي تخليها واحد واحد. لسه اللون الاحمر. الخمسة دي محتاج ممكن تخليها اربعة. لو تلاحظ لسه ستة وتسعين. طب لو خليت اللي اربعة تلاتة. راح. تمام? فانت هي لعبة بتبدأ تغير الميل بتاعتك. بس اهما حاجة خلي بالك خليك محترف. الميل ما تخليش ايه? خمسة اربعة سبعة اتناشر خمستاشر. الميل بتاعك خليك صنيعي. ما ينفعش يبقى ماشي كده. طلع كده. بعدين طلع كده. بعدين طلع كده. بعدين طلع كده. بعدين طلع كده. اه ما تتقول لي ما انا بطرجة على اقل حاجة. صعب. شكلها وحش حتى اللي بينفذ وراتها يبقى ارفاض. لا انت ممكن تمشي عند حتة معينة ميل معين كده. بعدين حتة معينة ميل تاني كده. بعدين حتة معينة ميل تلك كده. تفهم? يبقى الميل بتاعك مش مكسر. الميل يبقى تقريبا اهو ميل تاني ميل تاني يبقى انت بتغير الميل تدريجي بحرفانة زي منقوه يعني مثلا بص هنا لسه انت مترجط على اثنين وشوية طب الخمسة دي ممكن نخليها تمانية 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 بص هنا اللون احمر زاد طيب الخمسة دي نخليها واحد والتلاثة دي نخليها واحد بص لسه في ايه تمانية وتمانين التمانية دي نخليها سبعة طب ما تخلي كله سبعة اهو اهو انت حافزت على ايه على بتاعك يبقى بص سبعة ممكن تعملها حاجة تانية بدل سبعة وبعدين تقلي بواحد مرة واحدة ممكن تخليها ايه خمسة 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 تلاتة 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 بص هنا تديت ايه عند الايه الواحد بسعين طب التلاتة دي لو خليتها واحد الواحد بسعين بقيت ايه متر واحد صند خلص كده 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 انت مزبط شوية وهكذا انت بتبدأ تغير ها فاهم الكلام يبقى كده انت الميول بتاعتك بدأت تزيد نسبيا وبص هنا انت محافز ايه اول ما تلاقي انت الواحد وشوية ماشي اهو انت الحد دلوقتي طبعا يفضل يبقى متر متر لحد متر عشرين طب ايه الميول دي كبير او الكفر ده كبير شوية ممكن طب لو خليت ده عشر بص ظهر هنا ايه تمانية من عشر طيب التمانية دي نقلل شوية نخلي تلاتة دي اتنين ايه اتنين ايه والخمسة دي اربعة اهو بص عملت ايه خلتها كلها ايه بص من اول ايه واحد وشوية واحد وشوية كلها واحد هي بس الحتة دي اللي وصلت لاتنين ستة وعشرين اتنين اربعة وثلاتين لكن لو كنت وصل لتلاتة متر فانت كلا بتزود الميل بحرفية لحد ما توصل للايه لحد ما توصل ليه الاير عندك فهم الفكرة طبعا دي مش هنقض نجرب مع بعض اه كله احنا بس بديك الفكرة وشريحها بالتفصيل في الديبلوما اللي هحط لك اللينك بتاعها تحت الفيديو طب من ال 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 ووش انت محتاج مينس ماشي محتاج مينس ممكن تديها مينس واحد حلو الكلام بس خلي بلك اذا قديتها مينس واحد كل ده بقى ايه بقى نيجة لا انت يعني ما قللتها ما قللتش بالقدر الكافي يعني هنا ما تيجي بص هنا اما جيت قللتها او انت مشيت لحد الهوى هنا خلي بقى هنا هنا في هنا في ترعة هتبقى عاملة كده اهي في ترعة هتبقى عاملة كده حلو الكلام حلو الكلام طبعا المنسوب القوع هنجيبه الفيديو الجاه هنشرحه بالتفصيل بس انا بقول لك يعني هتجيب منسوب القوع وتخط هنا الترعة انت بتنزل من الترعة متر ونص وتبدأ تغط المصورة بتاعتك باقل من الممكن يوليكم سليب واحد وتديها القطر بتاعك اللي هو ليكم 500 اهو بتبقى المصورة عاملة كده ادي المصورة بتاعتك اهي اهي ادي الشكل بتاعك تنزل من قاعد ترعة متر ونص وتحط المصورة بتاعتك فالشكل بقى عامل كده هم تمام طبعا انت ما بتيجي بتزبط دي بتبقى متزبطة على على الشكل ده كده ماشي او ممكن لو هتنزل عادي مش مشاكل يعني انت بتنزل من قاع متر ونص ده المينموم وبعد كده بفي هنا فرق داخلة منسوب ركز في الحتة دي بس وهنقولك الحتة دي بتفصيل مرة الجاية انت هنا بتحط غرفة هوا ماشي هنا في المكان ده انت بتحط غرفة هوا هم معي طيب وغرفة الغسيل بتحطها في الناحة ثانية بقى اقل منسوب هنا فاقل منسوب ممكن ها يبقى غرفة الهوا فاقل منسوب هنا وغرفة الهوا هنا بتبقى فاقل منسوب فانت مهمكش الميل ده ايا كان ليش انت هتنزل من القاع متر ونص هم فاهمني اهم حاجة تسايف الباقي طب يعني ايه اسايف الباقي نرجع تاني للشيط اكسل انت عندك الار لازم في حاجة اسمها الديبس شايف الديبس ده شايفين الخانتين اللي يعملهم مثلا الورنج ده واخدر شايفين الخانتين دول لازم تسايفهم يعني يعني ترجع كده للخود غرفة هوا وغرفة غسيل بص كده معي ادي نموذج مثلا غرفة محالس وهتطط هنا الهوا بتاعك غرفة الغسيل او غرفة الهوا ركز في الحتة دي الديبس بتاعك من القاع من هنا من القاع لحد منسوب الطريق ده الدبس بتاعك غرفة الهوا ما ينفعش تيجي وتقول اللي يطلع معي من ايه هنا مثلا انت اشتغلت برحطة بطلعت واحد متر خمس وخمسين لا طبعا ما ينفعش في حسابات في الحتة دي بتبقى طبقا للكتالوج يعني حسابات يعني انت بتحسب الحتة دي وما ينفعش يقلة عنها يعني ايه مش فاهم برضا يعني مثلا تعال محبس الهوا حلو الكلام محبس الهوا تيجي نحسب ده كله المصور عنده كام خمسمائة ملي اللي هي تعال كده اهو خالكوليتور اهو تعال انت مش بتحسب الدبس من هنا لحد هنا اه القطر كام خمسمائة اللي هو نص متر زائت الرنج بتاعك من هنا لحد النهاية ما يقلش بنص القدرة عن قولنا عن كام متر عشرين زائت ها بكز معايا السمك بتاع الخرصانة ما يقلش عن خمسة وعشرين سنتر ضحيطة او اه سلاب صح جاي منتم كل حيطة خمسة وعشرين من مية زائ اقل حاجة من منسوب الطريق من نهاية الخرصانة لحد منسوب الطريق خمسة وعشرين سنتر ثلاثة عشرين والخمسة وعشرين سنتر يبقى انت عندك بص الحيطة دي يبقى انت عندك الدبث في الهوا ما يقلش عن اتنين متر عشرين يبقى لازم في الدبث هنا ما يقلش طبعا قال ده ما ينفعش الغرفة هتكشف فانت ده غلط فاهم الحيطة دي فانت لازم تغير المول بتاعتك لحد ما الواحد خمسة وخمسين يبقى اتنين عشرين فيما فوق ليه بقى هقول لك ليه علشان الغرفة بتاعتك لما تيجي كده قال لك الغرفة اللي هتجيبها مثلا الدبث ما يقلش عن اتنين عشرين يعني تبقى اتنين عشرين تيجي تاخد الغرفة بابعادها وتحطها هنا يا فرحتي انت جايب المصورة ليس قال لا لازم المصورة دي تنزل طبعا مش هتنزل كده انت اللي هتضبط هنا في الاكسل تنزل تبقى في المكان مكانها في الغرفة فاهم الكلام؟ يبقى المصورة الانفرتاحة مكانها في الغرفة زي هنا المصورة الدخلة دي هنا انت حطيت المصورة هنا ما ينفعش فانت بتعمل ايه طبعا ده ومزبطهاش من الاوتوكاد دي غلط احنا منجعوا بالكلام ده لا احنا بنروح للايه احنا حسبنا الدبث اتنين عشرين يبقى روحنا لازم دي Por 25 تبقى 2が2 ف whistle two تقلل الميت تقلل الان اتنين candy واحد وتشوف الحال 55 و voters 65 او 17 لا يوجدون العين ان اغلافت الميت نكفيizens تبقى على اثنين متر فاهمت تمانية التدريجة اتنين تمانية ما ينفعش. يبقى التمانية ست. اتنين سبعة طب خمس. بص بقى كم? اتنين واحد وعشرين. زادة صنط يبقى كده. بدى معد اتنين وعشرين اتنين وعشرين او عد سنة بسيطة تمام. يبقى ده المل الانسب. خلاص. تمام? طب الغسيل. آآ نرجع تاني الغسيل برضو بتروح للتفاصيل بتاع غرفة آآ الغسيل. الغسيل بقى فيه حاجز غسيل بقى. حاجز غسيل طبعا بيفتح بتجيب طول حاجز الغسيل ده. وبتزوده وبتزود عليه المتر عشرين. فده من غرفة الغسيل بيتبقى اكبر الدبت بتاعها اكبر من غرفة الهواء. بمسافة محبس الغسيل ده محبس بيفتح. زي محبس القفل كده بيفتح. في حاجة اسمها المحبس زي ما يفتح مش طولها هيزيت شوية. الطول ده ببقى في حاجة اسمها كتالوج. كل اللي مصنع عامل كتالوج بيديك طول القطعة دي قديمنا السنطر. فتحسب طول القطعة دي زائد نص القطر من هنا زائد المتر عشرين زائد زائد افل طلع تلاتة يبقى لازم عندك الاتنين تسعتاشر دي تبقى تلاتة. تبقى تلاتة ازاي تزود المل بتاعك من هنا. مسلا سلب واحد ده يبقى سلب خمسة بص لانا عايز اتوصل لتلاتة. يبقى سالب عشرين. لا لسه. قد يبقى سالب خمسين. هاني. تبقى سالب ستين عدة التلاتة. طيب عدة التلاتة على فكرة انت ممكن انا يهمني تفهم اربعين خمسين في المية بس في الاكسيل ده. انت ما تطبق هتعرف. لكن مرة واحدة عايز كل حاجة مش ممكن ما ترجطش كلامي دي اول مرة. فاهم انا بشرح ازاي في الحيطة دي? يبقى انا اول حاجة كده اه سيفت غرفة الهوى غرفة الغسيلة. بس تعالي. بص الدبس عندي هنا قد ايه? كبير اوي صح? طب ما نزود الميل ده عشان ما تشاهد في التلاتة دي عايزينها تقل لو خلناها سالب تمانين. التلاتة بتزيد. لأ. طب سالب خمسة وخمسين. دي قال لي حاجة وسيفت معاهم. هم? فاهم الكلام? خلاص. كده انا سيفت الاير والووش. نفس الكلام بعد الووش عايز توصل الاير? فكله هيزيد بواحد. هدي الواحد بتاعك اهو. وبالترجة الايه? برضو هنا. المفروض عايز تزيد عن اتنين عشرين. دي اتنين اتناشر. ما ينفعش. معايا? ثم عامل ايه? تبدأ تغير في المية. سالب ستين. خاصة ان انت ماشي بعلم ايه? اهو. بقيت اتنين عشرين بالزرط. طب هنا عايز تعدي تلاتة فعلا سالب ستين. عدت التلاتة بقيت تلاتة خمستاشر. بعد كده عايز بعد يعني بعد الغسيل. اهو بعد الغسيل برضو بتطلع تاني بالموجب. فانت محتاج تهم ايه? طالع بالموجب. اهو طالع بالموجب. موجب اتنينات وشوية. طب انت عايز دي يقل? يوصل لمتر. يبقى الوحيدات دي تعمل ايه? تخليها مسلا خمسات. اهو. بص هنا ايه اللي حصل? قل عن المتر. الخمسة دي تقللها. تخليها تلاتات. تلاتة. اهو. لحد ما فوق المتر بحاجة بسيط. كده انت زبطت لايه? الشيت اكسيل بتاعك. تمام? طبعا الكلام ده مش من اول مرة هيجي معاك. والشيت اكسيل انت لو عامله او احسن واحد محترف بيعمله اما يجي راجع على نفسه هيلاقي فيه افضل من كده. اهم حاجة انت بتوفر في كميات الحفر الرجل. اقل حاجة ممكنة وبتحافظ على الغرف. تشوف الدبس كام وما تقلش عنه. اتنين عشرين اهيه? تلاتة عديت تلاتة خمستاشة. ادي اتنين عشرين بي اتنين واحد وعشرين تلاتة بقيت تلاتة وتلاتة وهكذا. ده كده الشيت اكسيل. بعد كده اخر الخانة دي ده اه ازا نتيجة من كل اللي انت بتعمله بيطلع لك النتيجة. دي بتاخدها ترسمها بلزب البروفايل. كل مكتب بيبعليه اللزب الخاص بي. ده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله المرة الجاية. الفيديو القادم ان شاء الله في المحاضرة. رقم. اه سبعة. هنرسم البروفايل وهنبدأ نعطعه نحط الاماكن اترا. اتمنى الفيديو ده يكون فهمكو ولو بقدر بسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.